اشتركوا في القناة وكان من الممكن ان اقع في الفخ هذا غير مستبعد لانه نادرا ما يحدث هذا المشكل بسبب الصوفت وير يعني انا لم اتعود وما دمت لم اتعود على بعض العطاء لانها الصوفت وير فيمكنون ان اقع في الفخ وابدأ في التعامل معه وقد تحدثوا مشاكل كبيرة فمع العلم بان الشاشات جي تري وبرو يعني خصوصا هذه الهواتف الجديدة الاخيرة شاشاتها خطيرة اثناء الفتح يعني تكسر بكل سهولة واحدر احدر من اثناء التعامل معها اذا احبابي اتمنى اليوم ان تستفيدوا من هذه الحلقة والحضر ثم الحضر اثناء التعامل مع هذا النوع من الهواتف واذا ظهر معنا احد العطاء ان نحاول جاهدا ان نحدد هل هي هاردوير ام صوفت وير لان اصبح الامر يختلط علينا اذا نبدأ على بركة الله حتى نفهم ما اود ان اتحدث عنه اذا مشاهدين الكرام نبدأ على بركة الله فهذا الهاتف هو نفسه نفس الهاتف الذي قبت بعمل عليه شرح فك الشفرة والذي لم يتمكن برنامج من فك شفرته وبرنامج بوكس اوكتو بلس تمكنه من فك شفرته ففي الحقيقة عند فك الشفرة قمت بتجربته واجراء مكالمه الهاتف يشغل بشكل طبيعي واخده صاحب الهاتف وفي الصباح عاد الي يشتكي ويقول لي بان الهاتف جديد وكان يشتغل بشكل طبيعي ولكن عندما اخده مني فجأة اختفى الصوت صوت الجرس وليس السماعة الاذن فسماعة الاذن تشتغل بشكل طبيعي ولكن سماعة الجرس اصبحت لا تشتغل بشكل كامل لا رانين نغامات ولا فيديوهات اليوتيوب ولا فيديوهات الي يقوم بتسجيلها يعني اختفى الصوت مكبر الصوت اختفى بشكل كامل يعني اصبح غير موجود اذا لاحظوا معي عفوا اذا لاحظوا معي قمت بعض الاخطاء في تركيب الفيديو نعم اذا لاحظوا معي هنا سوف اقوم بتشغيل بعض الفيديوهات حتى نفهم جيدا لاحظوا معي هنا فبالفعل اخدت الهاتف وبدأت في تجربة هل بالفعل الصوت موجود او غير موجود اذا لاحظوا اخلت الى اعدادات الصوت اذا اعدادات كلها سليمة وكلها لا تعطي اي خطأ يعني بالنسبة لنظام البرمجة كله سليم اذا لاحظوا معي لا يوجد اي صوت لا يوجد اي صوت وكل الاعدادات قمت بتفقدها وكل شيء جيد اذا لاحظوا معي لا وجود لصوت الرانين بشكل كامل اذا لاحظوا معي العطل الغريب والله انه عطل غريب ماذا اقصد عندما اقول عطل خطير انا لا ابالغ هذه ليست مبالغة يا احبابي هذه حقيقة لانه كم من شخص منها رغم انه كما نقول متمرس وقديم في المجال الا ان هذه الخطأ يمكن ان نقعها فيها اذا لم ننتبه جيدا وندرك بالفعل قد ندرك ولكن الخطأ الذي ندركه قد نكون ادركناه متأخرين لذا انا احدر من التعامل مع بعض العطاء نعم هذا النوع من هلاوت في عزل الشاشة صعب جدا ونتعامل معه على اساس هاردوير وهو اصلا صفتوير فهو مشكلة خاطئة اذا لاحظوا معي فحتى اليوتيوب اذا قمنا بتشغيل بعض الفيديوهات على اليوتيوب اذا لاحظوا معي الصوت غير موجود لا يوجد صوت مكبر الصوت غير موجود وقمت بعمل خطوه وهي لاحظوا معي لاحظوا عند اجراء المكالمة السماعة لاحظوا يعني سماعة الادن شغالة الصوت موجود في سماعة الادن ولكن مكبر الصوت الصوت غير موجود نهائيا وبالفعل قمت بعمل خطوه وهي بعمل هارد ريسات للهاتف يعني صراحة قمت بعمل هارد ريسات فلا ربما يكون مشكلة يعني ليس كبير جدا نعم اذا لاحظوا معي قمت بعمل هارد ريسات كذا كذا الى اخره ولم تنجح العملية اذا لاحظوا معي رغم عمل هارد ريسات بقي معي نفس المشكل اذا في هذه الحالة اذا لم ننتبه جيدا والله اذا لم ننتبه جيدا سوف نعتقد بان المشكل هارد وير لانه مستبعد ان يكون مشكل صوت وير نادرا ما يحدث معنا هذا المشكل وهو بالفعل مشكل صوفت وير هذا مشكل صوفت وير وليس هارد وير وليس دائما قد يكون مشكل صوفت وير ولكن انا متأقن بان المشكل صوفت وير لانني لاحظت بان الهاتف بالفعل كان به صوت والشخص الذي اتبع الهاتف هو صديقي لا يمكن ان يكذب عني فعندما قمت انا لم اقوم حتى بتفليجي انا كل ما عملت للهاتف هو عمل روت وهارد ريسات له وفك شفرته وبعد ذلك اجد بان الصوت اختفى يعني الهاتف اصبح الصوت لم يصبح موجود وسبب ذلك لا اعلم اما الروت الذي اخذه اما فك الشفرة والله لا اعلم هل هو هارد ريسات الذي قمت بعمله لا اعلم والله لا اعلم بالضبط ما الذي سبب في تلف ملفات التي تشتغل منظومة الصوت اما تقوم بامدادها بالفولتات او الله اعلم يعني لاحظوا معي وبعد ذلك يعني تبين لي بانه ممكن ان يكون بالفعل مشكلة صوتوير وبعد ذلك قمت بادخالي الى وضع التفليش وقمت باعطائه صوتوير حماية اثنان اذا لا بد من مراعاة الحماية لانه به حماية اثنان وهي اخر حماية بالنسبة لهذا الهاتف ثم بعد ذلك قمت باعادة التفليش الهاتف باربع ملفات هو صراحة يمكن ان نتفادى ملف الشبكة اوه نعم ذلك ممكن نعم ففي الحقيقة قمت باعطائه اربع ملفات لتفادي الكثير من المشاكل حتى اتيقن لانه في الحقيقة اصبت بالدهشة قليلا وبعد تمرير الفلاشة للهاتف لاحظوا معي ففي البداية في الفلاشة الاولى التي قمت بتفليشة اعطتني ايرور يعني هناك ملف لم يتم تمريره لنظام الهاتف فقمت بإلغائه واعادة عملية التفليش من جديد نعم قمت بإلغاء ذلك الملف وتخطيته حتى لا اقوم بتفليشه نعم وقمت بتفليش الهاتف من جديد لاحظوا معي لاحظوا معي وعندما اكتمل التفليش لاحظوا معي قبل اذا لاحظوا معي هنا فهو قبل ان يشتغل الهاتف فبمجرد الضغط على رفع الصوت ادركت بان الصوت عاد الى الهاتف وان بالفعل وتأيقنت مئة في المئة بان المشكل كانت صوفتوار اذا لاحظوا معي بالضغط علي زر رفع الصوت اسمع الصوت وهنا ادركت بان المشكل هو صوفتوار وليس هاردوار إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج يا أحبابي بأن علينا أننا نتسرع قليلا وأن نرى ما هي آخر خطوة قمنا بعملها للهاتف وأدت إلينا إلى ظهور إذا لاحظوا هذا الصوت إلى الهاتف إذن لاحظوا معي هذا عطل صوفت وير وليس هارد وير وعلينا الانتباء إلى هذه المشاكل الخطيرة والله نعتبرها مشاكل خطيرة فلاحظوا معي بمجرد عمل روت للهاتف وفك الشفراء اختفى مكبر الصوت بشكل كامل إذن يا أحبابي تمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وهذه الملاحظات والنصائح القيمة وأتمنى أن لا تقعوا في مثل هذه الأخطاء والله إن أخطاء خبيطة وأعطاء خبيطة يسببها صوفت وير وليس هارد وير والصوفت وير أعطاء له كثيرة والله أتمنى سوف أحاول قدر مستعد تسجيل أكبر عدد من الأعطاء التي يسببها الصوت وير وهي غريبة وأقوم بعرضها كاملة في حلقة خاصة بأعطاء يسببها الصوت وليس هارد والسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة